ده انحياز طيب الغلابة اللي هم أهلينا في القرى وفي المدن اللي هو المواطن اللي عنده بطاقة تموين كم واحد عنده بطاقة تموين النهاردة هم مين دول هم دول غلابة ولا دول الناس اللي معاها فلوس كتير ولا دول الناس اللي هي متوسطة لا دول الغلابة اللي عنده بطاقة تموين كم مليون واحد مستفيد كم بطاقة تموين النهاردة في مصر عندنا خمسة واثنين من عشر مليون بطاقة يعني حوالي 64 مليون واحد مستفيد من بطاقات تموين طب الخبز عندي كم واحد مستفيد من العيش اللي بياخد العشرين بجنيه كم واحد تلاتة وسبعين مليون هما دول غلابة ولا دول الناس اللي عندها منتجعات وعندها فيلل وعندها عربيات هما دول غلابة لو انت عايز تتكلم على غلابة هما دول طيب بتكلم على رقم الرئيس في 2017 فاكرين حضراتكم كان المواطن بياخد بطاقة التموين بواحد وعشرين جنيه رفعت البطاقة من واحد وعشرين لخمسين جنيه للفرد الواحد النهاردة الدعم العيش تسعة وتمانين مليار جنيه الضعف يمكن مرة ونص أو مرتين كمان تسعة وتمانين مليار ده رقم تكافلوا كرامة كم أسرة مستفيدة من تكافلوا كرامة كانوا كامل أول في 2014 كانوا 63 ألف الرقم عايزك تسمعه كويس قوي ويدخل ودانك عشان تعرفه في 2014 63 ألف تكافلوا كرامة الضمان اللي كانوا بياخدوه اللي اسم الضمان الاجتماعي كام عدد النهاردة وصل اليوم 3 مليون وربعمائة ألف أو ستمائة ألف 3 مليون وستمائة ألف من 63 ألف ل3 مليون وستمائة ألف بالمناسبة منهم 2 مليون وسبعة من عشرة سيدات بقولك الأرقام لو حد عايز يتكلم ما حدش شاف الغلابة في مصر ما حدش بيدعم الغلابة ما حدش بيدعم الغلابة ما حدش بي كل الفلوس رايحة لمن الدولة لأ شايف هالغلابة كويسة قوي وما حدش يتكلم على الغلابة وهو قاعد في تركيا ولا قاعد في قطر ولا هو بيعمل إيه انت مالك مال الغلابة انتوا أصلا ما كنتوا موجودين وبتحكموا لمدة سنة عملتنهم إيه ما حدش فكر يعمل بطاقة التموين لمواطن يعني في 2012-2013 السنة اللي عادتها محمد مرسي ما قالكش هنزود بطاقات التموين والناس ونعمل لهم إيه ونزود عدد ونديهم فلوس بكلمك أرقام لو عندهم أرقام يقولوها ما فيش حاجة زادت في الفترة بتاعتهم دول اللي بيقولك غلابة لا في عهد الرئيس عندك الغلابة من رقم واحد واثنين واربعة